اشتركوا في القناة الخليج القابضة المهندس كمال بن أحمد محمد أن هذه الشراكة تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية مجموعة طيران الخليج القابضة في إشراك القطاع الاقتصادي الخاص في الاستثمار بقطاع الطيران مضيفا سعادته بأن فندق المطار يشكل عنصرا حيويا هاما من عناصر مبنى المسافرين الجديد الذي يخدم بشكل خاص المسافرين الترانزيت العابرين عبر مطار البحرين الدولي وقعت شركة مزاد مع شركة البحرين لاستثمار العقاري إدامة اتفاقية تعاون لبيع العقارات المحلية التي تمتلكها شركة إدامة حيث تم تعيين شركة مزاد لتقديم خدمات المزادات عبر طرح هذه العقارات للبيع في المزادات الإلكترونية بالتعاون مع الشركات المختصة في هذا المجل وقد أعلنت شركة مزاد خلال حفل توقيع الاتفاقية مع شركة إدامة عن تدشين المزاد الإلكتروني الثاني عشر من شهر إبريل العام الجاري ولمدة ثلاثة أسابيع والذي يعد الأول من نوعه في مملكة البحرين إذ تتم المزايدة على ست قطع من الأراضي ويتيح المزاد الفرصة أمام المستثمرين أو أصحاب الأعمال وكذلك الأفراد للمشاركة فيه بهدف استكشاف الإمكانات المطروحة من خلال مجموعة العقارات المتنوعة هذا أول تعاون ما بين شركة إدامة وشركة مزاد ويعد بمثابة فرصة استراتيجية للتعاون ما بين الشركات لتحت ممتلكات الاستثمارية قامت شركة إدامة باختيار ست أراضي في مواقع جذابة الأراضي ما عندنا خطط لتطويرها ولكن نعتقد أن القطاع الخاص ممكن أن يقومون بهذا الدور وهي من ضمن استراتيجية إدامة شاملة لأحسن استخدام للأراضي ساعدين جدا بهذه التعاون اللي يعد الأول بين شركة مزاد وشركة إدامة لطرح العديد من العقارات في المزادات الإلكترونية بشكل أساسي طبعا هذه التعاون الأول ورح يتم طرح مزادات العقارات الإلكترونية أول مرة في البحرين هذه المزادات رح تكون مفتوحة للجميع فنشجع الجميع أنه يشارك من المطورين والمستثمرين وحتى الأفراد حاز بنك البحرين الإسلامي بي آي س بي على جائزتين مرموقتين خلال حفل توزيع جوائز ترانسفورمز وورد الذي انعقد بتنظيم من مجموعة ترستد ادفايزرز في مراكش بالمغرق حيث تسلم البنك الجائزة الأولى على ضوء إنجازته في تحقيق رؤيته الاستراتيجية للارتقاء بالقطاع المالي وتسهيل المعاملات المالية للزبائن عبر الحلول المصرفية الرقمية بينما حصد جائزته الثانية بالحفل تكريما له على إطلاقه خدمة فتح حساب مصرفي عبر الهاتف النقال باستخدام خاصية التحقق من الواجه سالفي والآن مشاهدي نترككم مع أسعار صرف الدينان البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية نوصل النشرة الاقتادية مشاهدين مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعقدات هذا اليوم ونبدأ مع بورصة البحرين فقد أغفل مؤشر البحرين العام على تقدم نسبته 75 من 100% مغلقا التداولات عن مستوى 1664 نقطة وذلك عاعد لارتفاع مؤشر قطعات البنوك التجارية والاستثمار والخدمات وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 3.694.000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 741.000 دينار تم تنفيذها من خلال 87 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطع البنوك التجارية أما بالنسبة إلى أغلاقات باقي البورصات الخليجية نبدأ مع السوق المالية السعودية التي أقفلت على ارتفاع نسبته 31% أما بالنسبة إلى مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت فقد أغلقت على ترجع نسبته 39 من 100% وننتقل إلى السوق أبو ظبيل الأوراق المالية التي سجلت تقدم نسبته 36 من 100% أما السوق دبي المالي فقد سجلت انخفاض نسبته 77 من 100% وآخيرا سوق العاصمة العمانية مسقط التي أغلقت على ارتفاع نسبته 62 من 100% قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف أن بنك التصدير والاستيراد السعودي سيكون له دور بارز ومؤثر في تحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 والتي تهدف لرفع نسبة صادرات غير النفطية من 16% إلى 50% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في عام 2030 وأوضح الخريف أنه سيتم العمل على تحديد رأسمال البنك اللازم لتمكين البنك من أداء دوره المأمول بدعم المصدرين بما يتناسب مع احتياجاتهم ويعتمد من صلوق التنمية الوطني وننتقل إلى الإمارات العربية المتحدة حيث ذكرت وكلت أنباء الإمارات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن حكومة أبوظبي أعلنت عن خطط لطرح عطاءات شراكة بقيمة مليارين وسبعمائة وعشرين مليون دولار وأضافت أن هذه العطاءات تعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع البنية التحتية مشاهدين النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل مؤسسة HSBC تخطط لتسريح نحو 35 ألفا من موظفيها بعد تدهور أربحها ترجعت الليرة التركية أمام الدولار إلى أضعف مستوياتها في التدولات العادية منذ مايو الماضي وذلك قبيل قرار وشيك من البنك المركزي بشأن السياسة النقدية ووسط قلق المستثمرين حيال التوترات في أدلب السورية حيث تحشي تركيا قواتها وخفض البنك المركزي التركي سعر فائدته 1275 نقطة أساس منذ يوليو ويقول المستثمرون أن الإفراط في التيسير النقدي قد ينال من قوة العملة في ظل ارتفاع التضخم في الأشهر الأخيرة أعلن الرئيس الأمريكي دونالد شرمب أنه يريد تجنب السياسات التي تصعب على الدول الأخرى التعامل تجاريا مع الولايات المتحدة على الرغم من إدارته تتبع سلوكا معاكسا تماما وفرد ترامب رسوما على مجتجات الصلب والألمنيوم في جميع أنحاء العالم واصفا تلك الواردات بأنها تهديد للأمن القومي وهدد بالقيام بالمثل بالنسبة للسيارات الأوروبية ولكنه يقول اليوم بأنه لا يريد جعل التعامل التجاري مع أمريكا مستحيلا وأن هذا سيعني فقط أن الطلبات ستذهب إلى مكان آخر قررت شركات صناعة السيارات في الصين انتاج كمامات صحية بسبب نقص تلك الكمامات الضرورية للحد من انتشار بيروس كورونا المستجد وللوقاية من الإصابة به ورغم أن الصين تحتل المرتبة الأولى عالميا في انتاج الكمامات الصحية بواقع 15 مليون قطعة يوميا إلى أن الانتاج لا يلبي الطلب المتزيد عليها في الأسواق وبناء على ذلك قررت مصانع السيارات الموجودة في الصين تخصيص خطوط انتاج لصناعة تلك الكمامات التي باتت جزءا هما في حماية الناس من الإصابة بيروس كورونا حذرت شركة أبل من انها قد تعجز عن الوفاء بالعوائد المتوقعة بسبب حالة الارتباك التي نجمت عن فيروس كورونا في الصين وقالت شركة التكنولوجيا أن عمليات الانتاج والمبيعات تأثرت بانتشار الفيروس مشيرة إلى وجود قيود مؤقتة على امدادات أجهزة آيفون في جميع أنحاء العالم وتعد أبل أول شركة أمريكية كبرى تقول أن الفيروس سيؤثر على مواردها المالية ولم تكشف الشركة التي كانت تتوقع عائدات قياسية تصل إلى 67 مليار دولار في الربع الحالي عن قيمة التراجع المتوقع والآن مشاهدين نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية وفي آخر أخبارنا الاقتصادية قالت مؤسسة HSBC المصرفية أنها بصدد تسريح نحو 35 ألفا من موظفيها وذلك بعد أن أعلنت عن أن أرباحها تدهورت بحوالي الثلث في عام 2019 وقالت المؤسسة أنها تنوي ردا على ذلك خفضا فاقها بحوالي 4 مليارات ونصف المليار دولار بحلول عام 2022 وذلك في نطاق عملية إعادة هيكلة واسعة النطاق وكانت HSBC التي تجني معظم أرباحها في أسيا قد أعلنت أن هذه الأرباح بلغت في عام 2019 نحو 13 مليار و350 مليون دولار قبل الضريبة ترجمة نانسي قنقر